فيه تحدي فيه كتير مطباط ممكن تحاول تجاوزها وتكسرها لحتى توصل للطاقة الإيجابية بأمل وبإصرار وبإرادة وعزيمة كبار خلونا نشوف هذا التقرير بعدها نرجع لنكمل حوارنا مع الدكتور مايك الاحتياجات ذات البشرية هي ثابتة لجميع الثقافات عادة تترتب احتياجات الأشخاص حسب الأولويات صنفت بعلم النفس حسب هرم ماسلو إلى احتياجات أساسية ومن ثم الانتقال إلى احتياجات ثانوية خلينا نحكي في الأساسية الاحتياجات تبدأ بالفيسيولوجية زي المأكل، المشرب، الاتزان هذه الأساسية ننتقل إلى الحاجات إلى الأمان حاجات إلى الأمان زي الأمان الوظيفي، المورد البشرية، الاتزان الجسمي هذه كلها حاجات بتكون مطلب أساسي ومن ثم الانتقال إلى الحاجات الاجتماعية زي العلاقات الأسرية، الأصدقاء، وبعد ذلك الانتقال إلى حاجات إلى تحقيق الذات وهون بتكون أساسية في بناء الهوية زي أنه الإنجاز، تحقيق الذات، احترام الذات، الاتصال والتواصل إذا كان الذاتي أو الاتصال مع الآخرين تنمية الأفكار الإيجابية بتكون والمناخ الإيجابي خلينا نحكي بتكون في عدة مراحل كثير مهم روح الشراكة بين الأفراد، عدم الانتوائية والعزلة، العمل على النمذجة، النمذجة اللي بنحكي فيها إنه يتطلع على بعض من ناحية إيجابية وقصص النجاح الموجودة لدى الأشخاص لحتى يكون فيه قدرة على التنمية ظروف التنشئة هي لما يكون الشخص بناء الهوية تبعته صحيحة، تكيفه مع الواقع الموجود بطريقة إيجابية هذا بساعد أكثر أنه يكون فعال أكثر ذاتياً وفعال أكثر للمجتمع التوعية للشباب في الظروف الموجودة، تحفيزهم على أنه عندهم قدرة على الإبداع إنه ما يكون التوقف فقط إنه أنا حياتي تكون مبنية على فرضيات لا، كتير مهم حياتي تكون مبنية على المصادر الموثوقة والواقعية والمنبثقة إنه في عندي أنا واقع، إنه ممكن أجرب أكمل طموحي ولكن طموحي ما بنفع إذا أنا فشلت من أول مرة إنه خلص عسبيل المثال إنه انتهت حياتي لا فهي دايماً التحفيز أكتر ومصادر الدعم طبعاً يعني الأسرة هي عماد عماد البيت ودايماً الأب والأم، الوالدين بيكونوا مراية الطفل في كافة نوع حياته إذا كانوا إيجابيين وحفزوا حتى مع الظروف الكتير صعبة اللي حواليهم وحسسوا الطفل بذاته، هذا بيساعدوا على الإيجابية وهي الأساس الأسرة المجتمع المحلي ممكن من خلال التوعية، ممكن من خلال تحفيز روح الشباب في المشاركة ورشة توعية، إعلام، في هاي الأشياء بتساعد كمان الشباب إنهم يكون عندهم تطور ويبدأت تفتح عندهم أفق أكتر إنه يكون كل حدا يعرف حاله وين الإيجابيات تبعته الحكومة يعني ممكن خلق فرص عمل للشباب في ظل الظروف الموجودة وترجمة نانسي قنقر entin pc ا ترجمة نانسي قنقر شكرا